للمرة الثانية يختل نصاب جلسة البرلمان العراقي الخاص بالتصويت على فريق رئيس الوزراء المكلف حضر محمد توفيق علاوي إلى البرلمان حاملا قائمته الوزارية الجزئية المكونة من 16 مرشحا وعرضها على هيئة رئاسة المجلس والنواب لكن هذه المحاولات لم تثمر تراجع الكتل السياسية عن مقاطعة جلسة التصويت لترفع الجلسة حتى إشعار آخر من دون منح الثقة للحكومة عدم انعقاد الجلسة هو عدم تحقق النصاب وسببه هو عدم حضور كتل نيابية لمكونات رئيسية والأمر الذي يجب أن يكون حاضر بالحقيقة أرضية التوافق السياسي مطلوبة جدا في قضية استراتيجية كقضية تمرير الحكومة لم تتغير مواقف الكتل الكردية والقوى السنية وبعض الكتل الشيعية تجاه الحكومة الجديدة فيما ذهب بعض المقاطعين إلى المطالبة بسحب التكليف واختيار مرشح جديد يحظى بقبول سياسي وشعبي تأييد الكردي غير موجود السنة متحفظين الشيعة غير مجمعين وأعتقد هذا عقبة كبيرة أمام سيد علاوي خاصة بعد ورود معلومات لبعض المكونات الشيعية الداعمة لسيد علاوي أن في الكابنين الوزارية أسماء سياسيين وشخصيات رشحت من جهات سياسية رئاسة البرلمان العراقي تقول أن يوم الاثنين هو آخر يوم من مهلة المكلف الدستورية لكنها رفعت الجلسة إلى إشعار آخر فيما يقول خبراء القانون أن انتهاء تكليف محمد علاوي بحاجة إلى تصويت من قبل البرلمان والبعض الآخر يتحدث عن انتقال صلاحيات رئيس الوزراء إلى نائبه أو إلى رئيس الجمهورية وفق الدستور من جديد تعثر الجهود عقد جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف في البرلمان لعدم اكتمال النصاب القانوني الأطراف المقاطعة لجلسات التصويت لم تغير من مواقفها لتبقى جميع السيناريوهات مفتوحة في ظل تعدد التفسيرات الدستورية محمد الفهد بغداد الميادين